اشتركوا في القناة ورجلان يستبان وعدهما قد احمر وجهه وانتفقد أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منهما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفقد أعلم dari Sulaiman bin Surat رضي الله عنه katanya hilanglah apa yang ada pada dirinya ia itulah kalau dia kata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hilang apa yang ada pada dirinya lalu mereka berkata kepadanya kepada orang yang timbul orang leher tadi hak mayroh muka tadi رسول الله عنهما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم itu cara orang Islam nak hilangkan syaitan istia'at minta lindung dengan Allah bersyaitan hadis 47 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر